اشتركوا في القناة نتكلم عن آخر إنجازات مؤسسة البطن هالسنة شنو كانت إنجازاتكم بسم الله الرحمن الرحيم والله إنجازات صارت متلاحقة لدرجة أني يعني ما أقدر أرتبها حسب وقوعها لكن آخر نشاط كان بتوقيع اتفاقية مع معهد السلام الدولي اللي رأسه السيد لاريسون هذا كان في أمريكا لازل في أمريكا بس هو كان في أمم المتحدة نعم الآن هو مدير هذا المركز ورئيس الفخري هو الأمين العام للأمم المتحدة نعم وعملنا معهم الاتفاقية لتبادل الأفكار والآراء والثقافات نعم وأعتقد وأنا قلتها في في نفس اللحظة اللي وقعنا فيها احنا مؤستنا تأسس سنة 1989 صح لكن إنجازاتها يعني إنجازات رائعة جدا واللي وصلنا لها الآن بالاتفاق مع المعهد العالمي الدولي للسلام تعتبر طفرة الحقيقة في أمر المؤسر يعتبر نسبيا قصير يعني 28 سنة أو 30 سنة يعتبر قصير أبو سعد يعتبر قصيري نعم لأن الجهد الكبير اللي بذلناه من بداياتها إلى اليوم بتطورها بنموها نعم نسبة إلى العالم قصير أنا ما كنت أتوقع نحن نصل إلى ما وصلنا له يعني الآن وصلنا إلى العالمية سنة 2002 نعم عندما اخترحنا عمل دورة خارج الوطن العربي حتى نسمع أصواتنا إلى الغرب في كل مكان تعم الذي شوه للأسف الشديد سمعت الدين الإسلامي والعروبة شوهت بأحداث 11 سبتمبر المؤسفة نعم وحنا حاولنا بقدراتنا وإمكاناتنا المتواضعة حاولنا أن نصل إلى العالم نسمع صوتنا والحقيقة ما كنت أتوقع ذاك النجاح الكبير اللي على أثره اليونسكو مدير اليونسكو في ذلك الوقت دعانا اللي عمل قالوا أنتم تصبوا بنفس الأهداف اللي احنا اشتغل عليها تعالوا نعمل دورة بالمشاركة نعم وفعلا رحنا إلى باريس وعملنا دورة تحت رعاية الرئيس جاك شيراك ثم تطورت الدورات والاتفاق اللي عملناه شنو الهدف مننا بالضبط الاتفاق الاتفاق صلى الله لعدة أهداف نعم أولها وصولنا إلى العالمية ممتاز ونسمع صوتنا من خلال أم المتحدة نعم ومن خلال هذا المعهد العتيد أهداف نستطيع الدفاع عن أنفسنا من خلالهم من خلال هذا المعهد صراحة في إحدى المؤسسات الثقافية العربية الكبرى اتصل بأحد الأمريكان اللي من أصول عربية هذا الكلام منذ عشر سنين نعم وأنا أعض في هذه المؤسسة واتفقوا مع واحد أمريكي من أصل عربي على أساس أنه الرد على الأقاوي اللي تكتب ضد العرب وضد الإسلام نعم ووافقوا واتفقوا بالعمل الاتفاقية ووقعوها لكن للأسف الشريط عقوب ستة شهر هدد هدد بأخذ إلى المحكمة للقضاء نعم وسبب ورجى المؤسسة الثقافية الكبرى نعم بانتعفي من هذا العمل احنا بدخولنا بشراكات مع معاهد دولية كبيرة بهذا الحجم تعتبر حماية لنا بالدفاع عن أنفسنا احنا ما يقال عن العرب والمسلمين خارج الوطن العربي إذن أنت تلقي اللوم على العرب والمسلمين في هذه الصورة المشوهة عن الإسلام في الخارج إلى أنهم لم يقفوا بوجه هذه الأقاول الكاذبة والإشعاعات الكاذبة ولم يعملوا أي شيء يعني أنا أتمنى من أحد المشاهدين ذكرني بأي عمل عمل للوقاية من هذه الأقاول اجتهادات شخصية تحدث في أنحاء العالم العربي كلها المهم نحن اجتهادات شخصية نحن اجتهادنا شخصية ورسمي طبعا نحن نحاول من خلال الكناتنا أعتقد أن الله وفقنا للنواية طيبة وصلنا ما وصلنا له الآن من خلال هذا المعهد نعم أتمنى نحن نعمل دورة عالمية عن حوار الحضارات مع الفاتيكان وحدث مع إيطاليا من السنة هذه كنت في إيطاليا أيضا صحيح نعمل مع الفاتيكان دورة نعم وأعتقد فيه موافقة مبدئية ممتاز سندخل في التفاصيل وهذه أيضا حصلت إن شاء الله سنكون تقدمنا تقدم أسرع ما كنا نتوقع بإذن الله بإذن الله وفيها رسالة جميلة استاذر العزيز أن بالرغم من أن المؤسسة متمسكة باللغة العربية وبالدين الإسلامي لكن ذلك لا يمنع من التعاون مع الأديان الأخرى لنشر السلام العالمي لأن في بعض الناس التعصب عندهم أو متشددين يمكن فيه آراءهم وتحيزهم لللغة العربية والإسلام لكن خنجل ثقافة قبول الآخر هي ثقافة لابد أن تنتشر فتح الحوار عشان فعلا يا عم السلام بالشكل اللي احنا نتخيله ونبيه احنا هذا العمل اللي قاعدين نقوم فيه في دوراتنا العديدة في أوروبا نعم حوار الحضارات والتعاش من الأديان نعم لا نفرق بين الأديان صحيح لأن الله سبحانه وتعالى بالآية الكريمة نعم اللي يثبت فيها لا نفرق بين الأديان نعم الكتب السماوية طبعا هي ها الكتب السماوية لله ما بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض نسيت الآية الكريمة لما نذكرها إن شاء الله تذكرها بإذن الله بس عندنا نقطة جدا بعد مهمة أبو سعود اللي هي التعريب ويضا مؤسسة لها دور كبير في التعريب صحيح احنا بدأنا بالتعريب أول شيء لغة أي إنسان بغض النظر منه الإنسان هي هويته نعم فنضيع لغتها ضيع هويتها نعم 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 نحنا طبعا هويتنا اللغة العربية نعم واللغة العربية نأتز فيها لأنها من أقدم اللغات نعم ومن أرسخ اللغات ومن أجمل اللغات طبعا ومن أوسع اللغات يعني ترى مسمى واحد له باللغة مئات الأسماء نعم هو مسمى واحد نعم ما في لغة بالعالم مرادقة في هذه الميزة نعم في هذه الميزة نحن نحاول قدر الإمكان أن نعيد لهذه اللغة مكانتها نعم 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 طبعا ساهمنا في الحضارة الإنسانية مساهمة فعالة نعم من خلال علماءنا أيام الأمويين والعباسيين نعم وما تلاهم نعم فما دام نحن لنا مساهمات في هذه الحضارة نعم التي وصلنا وصلت إليها البشرية اليوم هذه كتبة باللوء العربية وبالقصائد العربية وبالشير العربي فاعتزازنا بلغتنا هو اعتزازنا بهويتنا من هذا المنطلق نحن فتحنا دورات تدريبية يمكن حوالي خمسمائة دورة تدريبية ن شاء الله مع الأين مع العالم مع أمريكا في جامعة جامعة ميسوري نعم في جامعة لوريدا في جامعة ميشيغن أناربر جامعة عريقة في أمريكا طبعا في جامعة أكسفورد هذا الكرسي اللي حنا عملناه مؤخرا العام الماضي هذا كان عمره خمسمائة سنة أسسه رئيس جامعة أكسفورد سنة 1636 نعم قديم جدا وتم الوقف يعني يدفع لهذا الكرسي حتى بداية آكل وطلبت مننا جامعة أكسفورد أن نسند هذا الوقف وقمنا فعلا بإسنادة بالمبلغ اللي هم طلبوه ممتاز فالسمي بدل ما يسمى كرسي لوديان نعم سمي كرسي عبد العسفورد الباطن ولوديان أو موجود اسمه بعد ليل حلوديان طبعا إنه اسمه موجود لأنه يعتبرها الفضل أول نعم كان هو رئيس الجامعة نعم هو أسقف من الأساقفة يقولون لي يقولون لي طبعا هذا شيء مكتوب موثقة بالرسالة اللي هم طلبوا قالوا سيظل اسم الكويت اسمي طبعا اسم بلدي معلق في هذه الصالة لمدة لا تقل عن خمسمائة سنة ما شاء الله لكن بالاتفاقية قالوا لا يقل عن السنة مم فأني يكون اسم بلدنا في أهم صالة في جامعة أكسفورد هذا شيء عظيم وأكيد عم بسعود يعني لله الفضل طبعا ولك أيضا يعني بأن ما شاء الله يعني اسم الكويت في كل العالم واسم عبد العزيز البطن موجود في كل العالم ونت يعني موسوعة ثقافية وأديب كويتي نفتخر فيه بعد الفاصل إن شاء الله بنواصل حديثنا مع الأديب كاملين حوارنا الأدبي ونقول الشعري مع الشاعر والأديب الأستاذ عبد العزيز البطن أبو سعود لو نتكلم شوي عن برنامج تعييب واللي حطت المؤسسة وين وصلت فيه في جزر القمر الحقيقة سنة ألف عفوا ألفين وتسعة نعم في يناير عقد مؤتمر الرؤساء العرب القادة العرب هنا في الكويت نعم نعم فجاء أنا بالديوانية رئيس جزر القمر القمر نعم ما كانت لي علاقة فيه لي لبس عمامة خضرة نعم وقال الحقيقة أنا طلبت من القادة العرب يعربون جزر القمر مثل ما عربوا الجزائر يعرفوا نتكلمون لغة عربية نعم هذا دارس اللغة العربية نعم نعم دراسة تامة تامة في المدينة منورة نعم ونحن أضف في الجامعة العربية ونحن أضف في الجامعة العربية ونحن أضف في الجامعة العربية من سكان جزر القمر 82% من أصول العربية نعم من أعمان واليمن ولازالوا يرتدون الطاقية العمانية واليمانية بما أن نحن أضف في الجامعة العربية نبي تعريب البلد ونحن جايينك نبي يعني تعاون وياك على التعريب فقالت من تراجع لبلدك قال بكرة قالت بعد ثلاثة يام يجيك وفد من قبلنا ورتبوا شيء يتابعون نعم حالو فرح وفد مننا لهم 20 ساعة يلا وصل ما شاء الله المسافة ايه والله دايركت هذا ولدتفان زيت وعيد لا كترا لا نزلوا في نيروبي نعم وفي مكان آخر نعم خذت رحلة طويلة رحلة طويلة فاتفقوا على برنامج لمدة 15 سنة ما شاء الله يبدأ بـ 15 دورة متتالية دورة وغرى دورة مباشرة كل سنة ثلاث دورات للوزراء والقضاء جميل و 12 دورة لمدرسي الابتدائية عشان يبدون يدرسون اللغة العربية من الابتدائية من الصغر جميل بعد مرور ثلاث سنوات دعانا الرئيس يا تعالوا خرج الوزراء والقضاء و المدرسين الابتدائية حفل تخريج حفل تخريج حفل تخريج نعم و لنا رحنا 14 نفر أي كويتين و لقينا الترحيب عجيب بالشارع أكيد بالشوارع في كل مكان نحن رحنا ملابسنا الوطنية نعم فعملونا ثلاث ولايم أشياء رئيس مجلس الأمة و رئيس الجمهورية نعم سهلون والله و رئيس جانعة جزر القمر جميل و الحقيقة كان حضور ما شاء الله عجيب مهيب مهيب و خرجنا الوزراء والأساتذة والوزراء نعم لكن شفنا رغبة أكيدة من الناس يبقون تعلم اللغة العربية والمزيد نعم 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 نحن أخذنا منهم أول 150 طالب عند الإسم في مصر بالأزهر و أخذنا منهم و عطيناهم يوني بنات قالوا يبو حنا مهات المستقبل عطونا علمنا عربي كلامهم عدل سونا ثلاث دورات متتالية إلى اليوم نعم بسنة التسعة و وضع مجلس الأمة إلى أن وصلنا 67 دورة الآن تعمل 67 دورة متتالية و أثرها واضح بسعود الدراسية يعني الطلب المعلمين الذين درسناهم كان من درسهم لشخصهم يعني فقط مو عشان يعلمهم و ما حطوا بالمنهج اللغة العربية صحيح راح تفقد اللغة بالطريقة طبعا بس جيتها هذه الأخيرة لا هم قصروا الحقيقة الحمد لله قالوا اللي تابون نحن حاضرين فيه لكن هل هناك مثلا مظاهر تغيير أسماء مثلا يعني بالشوارع يعني أكيد هناك صحيح تغير تأثير كانت كل أسماء الشوارع أسماء غير عربية وتكتب بالفرنسي الوزارات والدوائر الرسمية كلها كانت تكتب بالفرنسي والحين باللغة العربية لا الغير الغيرنا الحمد لله كل الأشياء هذه إلى اللغة العربية وتحتها الفرنسية واللغة العربية بحرف كبيرة يعني ما شاء الله غيرت بسعود غيرت دولة ثقافة كبيرة ثقافة دولة فمن هذا الباب يعني شنو رايك في الثقافة العربية حاليا فيها تنهيدة هذه والله يا أخي الواحد يستحي يجاوب على هذا السؤال ليش إلا أنت يا بسعود إلا أنا إلا أنت لأن الإنجازات اللي قاعد تسويها أنا هم استحيي أنت هم لا بالعكس أنت المفروض أكثر واحد تكون فخور في الإجابة على والله الأسف الشديد وضعنا ثقافي ما أبي أقول مزري بس أقول ما يفرح لأن إحنا وصلنا للأسف ثقافيا بعدما كنا قادة للثقافة العالمية صنعنا بالدرك الأسفل لكن أنا أعتقد ويهمني أبشر الآخرين أن الثقافة العربية مستقبلها جيد وعى الشاب العربي أنه وضعه كلغة عربية بين اللغات متدني الآن فيه صحوة كبيرة ليس فقط من الطلب العرب نحن الآن نعمل مع 59 جامعة نعم على مستوى العالم عربية لا عربية نفتح دورات عندهم للغة العربية وكذلك في إيران وتركيا وباكستان والهند وأفريقيا وجامعات في أمريكا ونشوف حتى يعني أقدر أقول لكم صار على الضغط كبير ما قلنا نلحق ما تلحق دول كبيرة تطلب نيست في فرنسا جامعة السوربون ملقة في سبانيا قرطبة غرناطة مدريد أشبيليا كلهم يطلبون دورات إيران تركيا باكستان والهند أنت ذكرت إيطاليا بعد إيطاليا نعم وإيطاليا وصراييف وفي البوسنة والهلسك نعم كل مكان كل مكان الآن تقريبا بدنا نغطع راحين إلى على فكرة مندوبين راحين إن شاء الله إلى الصين يمكن الشهر القادم الله يطيكم العالم عشان يعملوا انتفاقيات لأن طلبوا من الصين نحن نعمل دورات تدريبية للغة العربية مع جامعة الكويت يمكن خمسة سنين مع إذاعة الكويت وتلفزيون الكويت ومع الإعلام التونسي ومع الإعلام الجزائري ومع الإعلام المصري نعطيهم دورات تدريبية للغة العربية هذه صحوة لكن تشوفها كانها من جانب واحد فقط من جانب وأسست تعمل هذه الصلاة لكن في تحريك مدام في تحريك مدام في تحريك إذن الساحة كلها ستتحرك الساحة الثقافية يعني أكون هل قاعد تشوف أن اهتمام غير متحدثين لغة العربية بلغتنا أكثر من الاهتمام نحن فيها كأنك أنت قاعد تقول للأسف صحيح للأسف صحيح يعني بس فيه اهتمام الآن للغة العربية فيه اهتمام داخل والوطن العربي بس أنا ما توقعت هالطلبات الكبيرة اللي قاعد تتدفق علينا من كل أنحاء العالم ما شاء الله يعني كلمه كام ذكرت ايه والله ونحن نتجاوب يعني وياهم بسعود والشعر شنو تأثيره وقاعد تشوف هلوه منتشر أو بدأ ينتشر أكثر في العالم الشعر الله يسلمك كان هو تاريخ العرب نعم وسيرة العرب وحكم العرب والعقلية العربية فيه لكن بعد الناس خلال خمس قرون الماضية عن القراءة دخل الجهل وابتعد الناس عن الشعر إلى حد ما مو لابتعد ذاك الكبير إلى حد ما فدور الشعر انطفأ في السيرة العربية أو في المسيرة العربية انطفأ دور الشعر الآن من خلال بعض المؤسسات مثل ما سجمع الماجد مثل ما سجمع الماجد مثل ما سجمع دكتورة سعاد الصباح مؤسستك طبعا مؤسستنا أيضا عدة مؤسسات عربية الحقيقة بدأت تعمل وتحرك الساحة الثقافية وأعتقد بدأت الصحوة الآن الاهتمام باللغة العربية عندنا بالكويت خبروني أن الوزير السابق إزعى الله خير اهتم باللغة العربية اهتمام مباشرة وأعتقد الوزير الحالي عند نفس التوجه طبعا الجهود تتضافر في كل الجهات لإعلاء شأن اللغة العربية لأن لغة القرآن تاريخنا فيها شعرنا العربي فيها حضارتنا فيها فمن باب أنا أذكر يوم من الأيام نعم رحنا إلى تركمالستان سنة الـ 91 نعم على فكرة نحن عندنا بعثة تسأل ورد الكويت للدراسات نعم وقبل لا أدخل في ذلك الموضوع هنأطيكم فكرة سريعة ممتاز أنا أنشأت سنة 74 نأخذ طلب ونوديهم يا أمريكا يا بريطانيا يا فرنسا خمس طلب سنوي بعدين بعد التحرير الحمد لله وسعنا العملية وعملنا مجلس أمنا يتشكل من الدكتور خاد المذكور نعم من أخونا العزيز عبد العزيز العبد الرزاق المطوع أبو صافي ومن الدكتور الله يغفر الله يتوفى قبل أسبوع عبد الله محارب الله رحمه ومن الدكتور أنور ليح الملحق الثقافي في موسكو وأنا ونعم فيهم كلهم والدكتور يعني عبد الله محارب رجل يستعد في أي لحظة لخدمة سمعة الكويت ويرفع راية الكويت في كل مكان وكنا نسافر إلى الدول الإسلامية لطاعة السوفيتي وفيها خطورة صح نجل طيارة كل يوم خربانا لمدة عشرين يوم اللي فيها الدول الإسلامية جميعا وبرحنا ونحن فيها الخمسة وما تخافون تركبون والله الله الحافظ لكن يعني أنا أثني أثني على هؤلاء اللي أنا عديتهم نعم سيد عبد الله محارب ودكتور نور ليحية والدكتور خاد المذكور صحي والدكتور والأخ بصافي نعم أولا ضحوا وخاطروا ثالثا بدون مقابل تطوعا بدون مقابل يعني أنا حاول أخادعهم بهدية مني وليني ما يرغلون وعبد الله محارب يعني أي وقت نطلبه على طول جاهز وحقيقة أنا أسجل لهم هذه للتاريخ نعم برغم المخاطرة اللي شفناها وفي ذاك الوقت نعم كانت الدول الإسلامية تلطعت من اتحاد السوفيتي قذرة قذرة جدا شوارعها قذرة فنادقها ولا درجة عشرين يعني يسامحوني المشاهدين وأنتم سامحوني إذا جئنا الفندق أول ما نرح نشوف كرمكم الله المراحل فأحد الإخوان اللي ويانا موجودين هو يروح مقد يجي دامنا ويعطي تقرير تقرير شفويت يعني درجة 22 درجة يعني وساخة هذا قبل لا يتحرم من اتحاد السوفيتي آثار الحرب آثار ودائما في ذاك الوقت ما كان في حماميل نشيل أغراضكم نشيل أغراضنا بيدنا ونصعدها للطيارة وإذا قعدنا بالطيارة نص ساعة ساعة الأربع قال الكابتن الطيارة خربانة نزلوا سريحة تحت ما الرعب نخاف نخاف نخلي ناخذ المات لهويانا ما عندهم صحيح ناخذ هويانا من الدباء نشتريها فإذا جئنا للطيارة نزلنا من نزلها هويانا خاف يأكلها الملاحين والله يعني أنا أذكر يوم نزلنا قاعدنا حوال نص ساعة بالطيارة قالوا يبقى أنزلوا قاعدنا تحت يمكن حوال ساعة وين نزلتوا تذكر في باشقند باكو أسامة جديدة هذه علينا لا لا باكو عاصمة عاصمة تركمانستان نعم عاصمة تربيجان أشقاباد عاصمة تركمانستان نعم ننزل فيهم فقال لنا يبقى يروح ارتاحوا بالفندق يبقوا تطول أربع ساعات خمش ساعات خدنا غراضنا بديننا ونصعد فيها بالدور رابع ما فيها سنسير للدور الرابع واللي ويا شيبان يمكننا أنه أصغر واحد فيهم نعم يتعبون ومع هذا ضححوا وإذا جلنا سافر سفرة ثانية أتوقع أنهم يتعذرون قالوا يالله وياك ماشا الله كل سافرات من اللي نأخذ منهم كل سنة مئة طالب ندرسون في مصر كل سنة هذا إنجاز رائع بوسعود طبعا نحن نطلع فاصل وإن شاء الله مكملين بعدها مكملين حوارنا مع الشاعر والأديب عبدالعزيز الباطين بوسعود قبل الفاصل كنت قاعد تكلمنا عن القروب اللي كنتوا تسافرون وتاخذون معاكم طلبة من دول شرق أوروبا لتعليمهم اللغة العربية خلنتكلم أكثر عن هذا القروب أتكلم بس لو سمحتي أنا ععيب مو بسعنا كثير ععيبون أخذ كلمات أجنبية لوضعها في حديثنا نعم أنت قلت القروب الجماعة المجموعة الحين وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا القروب القروب كلامك عدل نحن ندينا من الذكاء ما نستطيع أن نفرق بين الكلمة العربية والكلمة الأجنبية لماذا نسعم الكلمة الأجنبية طبعا أكيد كلامك عدل الحقيقة أنا قلت مساعدة أن الجماعة ضحوا تضحيات كبيرة بالمشاركة مع المخاطر اللي موجودة وانا أخص لكم المخاطر تستغربون حقيقة أن شون يروحون مرة ثانية أكثر من هالطيارة اللي كالساعة تخترب يا ريت يا ريت هذه مرة نحن بالجو لشان يقول كابتن للأسف البنزينة حيخلص والله حيخلص الوقود وانتبه ننزل في فرغانة ولا ننزل في واحدة ثانية اللي تشوفها كنا لا يبقى أنزل في فرغانة نعم لأنني أنا أمزح ويا الجماعة في رواية عملها زرجي زيدان اسمها فتاة فرغانة نعم أيام العباسيين أيام هارو الرشيد فكانت من الجمال يعني جمال كبير نعم فأمزح أنا مع رفعي اللي وياي كل ما شفنا واحدة جميلة قلت ترى هذه فتاة فرغانة وفرغانة وين أمبسود فرغانة في أزبكستان في أزبكستان أزبكستان نعم فقلنا ننزل بقى فرغانة يوم نزلنا ما حقه على فكرة مطاراتهم ما نلقى في أحد ظلمة بعدين إذا نزلنا حقه بربع ساعة يأتي واحد يسأل يعني ما في ذلك الحركة ولا فيه نعم ذاك الوقت نزلنا بفرغانة مع الرعب والخوف والمسافة بعيدة نحن جاي من باكو راح يناخر أزبكستان وفي قطعة طرق خوف لا نحن بالطيارة تعب خوف لقينا فتاة عمرها نصوف حوالى خمسين خمسين نعم تحت السلم نزل أبو صافي مكبس عبد العزي مطوع ضلعته نزل الدكتور المذكور همكبس نزلت أنا مكبس كل مكبس بالتاوي شون كان تمسكني من شتفي شفي كنتم حاطين الدنيا على روزكم دكتور الله يرحمه عبد الله المعارف وراي الله يرحم اضحكوا بتسمو قتل ربعتها رزقكم الله هذه فتاة فرغانة مطار فرغانة نعم أهم شيء نسمىها ستاة والله راح تسوت لنا عصير رمان وشاي ما قسرت على ما عبوا الطائرة البنزين فالحقيقة يعني كانت المخاطر كثيرة حتى الدكتور المذكور عفوا دكتور عبد الله المعارف الله يتغمده برحمة الله يصنع جنة ألف كتاب اسمه شعوب عطشة إلى الإسلام حط في كل روحاتنا رحلاتكم واللي شفناهم يعني أنتم لو تقرونه حتشوفوا المشاكل اللي واجهناها طبعا إن شاء الله يعني كثيرة وعديدة حتى أن الواحد ما يروح مرة ثانية بعد لكن نزعهم الله خير نعم حين الوضع صار غير والوضع صارت أسهل بكثير نجوم يعني سبع نجوم حين فنادقهم طرقهم نظيفة اشتغلوا الحقيقة شغل جليل وكبير نعم بوسعود مساحنا حطينا تقرير عن مكتبة الباطن إذا ممكن تكلمنا عنها ما الجديد فيها الجديد فيها أولا زاد عدد الكتب ممتاز بشكل واضح حتى تخطى الأربعمائة ألف كتاب جثنا من الأخوي عبد الكريم عبد الكريم ما اكتفى أنه أعطانا مكتبته أهداها لنا بل يذهب إلى بريطانيا إلى باريس إلى القاهرة ويشتري بالمزادات ونيبها للمكتبة واسعار عالية مؤثثة نعم يعني المكتبة أولا أولا تعتبر الأولى في العالم متخصصة بالشعر العربي 100% ما في مكتبة بالعالم فيها غزرة من كتب الشعر دواوينة تراجب الشعراء الأبحاث التي تعمل كثر اللي موجود عندنا في المكتبة نعم وهذه السفيد منها الطالب الكويت هي فائدة كبيرة جدا قريبة يمه عندنا بالحظة بعدين يجونا من برأ الكويت حقا من الخليج وغير الخليج يجونا يأخذون أيام للأبحاث والدراسات لأن فيها أشياء مي موجودة وثقت كل الشعراء تغريبا للعرب بشكل عام كل الشعر العرب وثقناهم أيضا في المعاجم نعم 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 هذا وصل العدد فيه الآن ثلاث ثلاث طبعات وصل أول طبعة 1640 كتاب لأن وصلنا إلى 2500 حفظ مو كتاب شاعر شاعر معاصر حي نعم على قيد الحياة الآن وصلنا إلى أكثر من 2500 شاعر بالطبع على خير نعم عدد كبير فهذا مكسب كبير وهي دلالة على أن الناس يمشافوا الجدية في المعجم بدأوا يقرؤون الشعر ويقولون الشعر اكثروا الشعراء ونحن لا نضع شاعر ثبته في هذا المعجم اللي يكون جدير في أن يكون في هذا المعجم ما مقياسه مختصار طبعا عندنا لجام فيها نقاد فيها شعراء فيها ناس فطاح الكبار هم اللي قيمون مو آنة أنا ما أتدخل قطعيا ونتمو شوية ها ونتمو شوية مقامك كبير بعد الشعر لا والله ما أتدخل نعم حتى أني أنا بصراحة ضد الشعر الحداثي بس هم يختارون بعض الشعر الحداثي أنا ما أتدخل نعم هذه التباريس الخارطة الشعر العربي يجب أن تكون كما هي مثل مقاييسها بعدين رحنا إلى الميتين سنة اللي وراه من 1800 إلى 2000 إلى 2000 واشتغلنا على 11 سنة 10 سنة أكثر من 500 باحث نعم أكثر من 500 باحث عربي وأجنبي لفينا تركيا إيران الهند باكستان وإفريقيا ما خلينا مكان استطعنا استطعنا أن نجمع 11250 شعر بهذه الفترة الميتين سنة عربي عربي وحتى بس فيهم غير عرب في فارس قالوا الشعر العربي نعم مو بضرورة مو شعر عربي مو بضرورة لأنه اسمه معجن برطين اللي شعراء العربية وليس للشعر العربي لشعر العربي في القرنين التاسعة عشر بعدين رحنا للخمسمية السنة اللي وراه اللي من 1256 إلى 1800 تخيل أنت تقوم وتنام وتشرب وتاكل وانت تفكر في اللغة العربية يعني جهد كبير أنت قاعد تقوم فيه سواء للمؤسسة أو للمكتبة يعني أنا قاعدة مبهر بصراحة أنا في الحقيقة أول ما بدنا بهذا العمل 1989 كنت أعمل كتاجر وبنفس الوقت أيضا كشخص مهتم بالثقافة أخواني جزاهم الله خير وأولادي الله يعطيهم الصحة الله يفضل الجميع والجميع سد ومسدي قال لي وما تخلك مشرف وإحنا بالتجاهة علينا وإحنا بنشتغل فتفرقت لأل تفرقت نوعا ما للثقافة للثقافة الآن حتى الإشرار تقريبا إلا ما ندر نعم تفرقت الآن للعمل الثقافي والحقيقة للعمل الثقافي بحر متلاطم الأموات طبعا والله بحر وأنا انشغلت وائد في هذا العمل يعني الأوراق معاي في كل مكان أروح له حتى في بيتي داخل بيتي نعم لفراشي السيارة أنا عندي سايق حتى عندي سايق علشاني شغلها زي تسويه أستفيد نص ساعة وأنا رحل المكتب أو راجع من المكتب يعني فأمن هي شغلك الشاغل يعني هي شغلي الشاغل لكن الحمد لله اللي ساعدنا مئات المثقفين العرب إن شاء الله نعم وبلا مقابل لأنهم آمنوا بين هذه المؤسسة مؤسسة ثقافية صرفة ما لها أي شغل في الربحية ولا التجارة نعم 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 تلت إهداءات 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 نتحمل نحن بعد تكلفة شحنها أي والله كانوا كانوا المرشدين السياحيين يتحدثون عن أشياء ضد العرب نعم ما يتعمدون لكن قلت المعلومات عندهم صح ثقافية فكانوا يسيئون للعرب إساءة أنا أحجل أنا رح تد السبع وسبعين ويا عائلتي مستانس أننا بوريهم أجدادنا سووا نعم وإذا الأعمال كلها غير العرب غير المسلمين رجعت إلى هنا وحاولت يعني من حكوماتنا العربية أنها تدخل وما شاهدت استجابة نعم سنة الألفين وأربعة رح نعملنا دورة بن زيدون و سمعت نفس الإساءات نفس الإساءات رئيس الجامعة قال بالافتتاح ألقى كلمة وانا كلمة وبالاختتام ألقى كلمة وانا كلمة نعم كان يقولني أنا أصولي عربي مسلم أجداد عرب مسلمين أطالع شباه ولا هي أبد والله عربي صحيح نعم وقلت لها تعال أنت عربي ترضى الإهانة للعرب قال اشتبيني أسوي أنا اليدي الوحدة ما تصفق قلت لها أنا اليدي الثانية أنا قال تفضل اقترح قلتني بأثنين محاضرين عرب وأثنين محاضرين حياديين سبان مستشرقين يعني مثلا ونعطي محاضرات للمئة وثمانتعش مرشد سياحي نعم أنا ظلتها شهرين ثلاثة السمرت الدورة سبعة شهور ومن وين كنتوا تشيبوا المعلومات الصحيحة هل الدكاترة الكبار هذا ولا واحد منهم محمود علي مكي ما أخذ خمس أوسمة من ملك سبانيا كلهم علماء كبار نعم بعدين راح الدكتور عبدالله المهنة اللي كان عميد كلية الأداب في الكويت كان أظم ولا زال أظم سوما ويانا في المؤسسة راح بالنيابة عنا يخرج هذول المرشدين السياحيين هو رئيس الجامعة ما كان عندهم شهادات من مرشدين حطتهم جامعة قرطبة شهادات لم أصبحوا مرشدين سياحيين ممتاز الآن أنت كعربي ومسلم تروح لناك تسمع كلام يرفع رأسك وفلن إذا الثقافة تغيرت جدا 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 بعدين تصل بالدكتور عبدالله المهنة في قرطبة هو في رئيس جامعة خرناطة وقال تعالوا سأعطونا كرسي مثل مثل القرطبة وتعالوا نحن عندنا مية وخمسة وخمسين مرشد سياحي ونودي لهم العسات وسبعة شهور الحمال لحق مدريد ما شالله إيه والله شبيلية قرطبة ما لقى قرطبة بعد ما قلنا لك كلهم يبون وبعدين المرشد السياحيين بروحتي وعطونا دكتورة الفقرية الجامعة قالوا النبي بعد سبعة شهور واخرى هذا قرناطة القرطبة ونعظم سبعة شهور والثانين هم مطلوبة وكلهم الآن كررنا طلب عدة مرات يعني نحن بإمكان أي شخص ياخذ عائلتها ويروح يزورها الأماكن وهو رافع راثة ومرتاح عدة أشخاص كويتيين وانا حدثت معي بعد جوني يشكرون قالوا المجلس السياحيين يذكرون اسمكم صح أنكم أنتم اللي غيرتوا أفكارهم وغيرتوا كذا وهذا الحقيقة هذا يعني أقل شيء نعمل لثقافتنا وليتاريخنا لا بسعود يعني هذا فخر يعني أنا من فترة كنت في مدينة روندا في هناك إسبانيا فقالوا لي المرشد قال لي هذا اسمه جسر المسلمين وتفاجأت من المعلومات فالحين عرفت بأن هذا الإنجاز من بعد الله عز وجل يعني الفضل يعود لك الفضل لله ثم للأساتذة اللي كلفنا ومشاء الله بسعود ذكرت على الدكتوراه الفخرية وعلى الأوسمة مشاء الله السيرة الذاتية مالتك مشاء الله طويلة جدا من أوسمة ودكتوراه فخرية لكن إلى الآن يعني دائما إذا واحد عنده دكتوراه فخرية يقال لدكتور لكن أنت ترفض اللقب هذا والله أنا أرتح من كلمة الشاعر نعم أفضلها على كلمة دكتور لأنني عرفت الشعر قبل التجارة وقبل الدكتوراه الفخرية اللي استلمتهم أنا عندي أربعة عشر وسام من ملوك ورؤساه عرب وأجانب وهذا الحقيقة فخر فخر مولي أنا فخر كل الكويتين طبعا فخر العرب أيضا نحن عندنا الآن 16 دكتوراه فخرية والآن الشهر القادم رح تعطيني جامعة ستيرلينج تستاهل أيضا دكتوراه دكتوراه فخرية وعلى فكرة ما سألتوني عن دورتنا القادمة دورتنا القادمة أنا كنت قبل ثلاثة شهور في قطر في قطر الحقيقة ما قصروا طلبوا منا أن نحن نقيم عندهم دورة ونحن لم يسبق أن أقمنا دعوة نحن في الخليج أقمنا في الكويت دورة وفي بضبي تحتاج الشيخ زايد الله يغفر الله وهذا الثالثة في الخليج ورح تكون تحت مسمى كعب بن زهير هذا شاعر عربي اللي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام سمه شاعر البردة ورح نتحدث أيضا فيها عن شعراء الخليجيين بشكل عام تفنيد مشاعر مشاعرهم ورح يكون يومين أيضا لحوار الحضارة التعيش من الأديان ودعينا الآن مئات المفكرين الكبار من مختلف الدول الأجنبية والعربية لهذه الدورة ممتاز وسنقيمها مع منظمة أو مؤسسة كتارة ثقافية و رح يكون فيها أشياء إن شاء الله تأجب المشاهدة بإذن الله وأتمنى وجودكم أيضا ويانا هناك لنقل هذه أنت تسولف ونحن تخيل وجود هناك أفضل يعني فعلا أنت تتكلم أنا قالت تخيل الوضع هناك رح يكون وتمنيت فعلا يكون موجودة وكل سنة ضيوف جدد حتى نوسع علاقات المؤسسة مع العالم أجمع ويتحدثون عن المؤسسة وعن أعمال المؤسسة بشكل أيضا يرفع روسنا جميعا ونت رافع رأسنا ما شاء الله رافع رأسك نعم أبو سعود قبل ما نختم نبي كلمة للشباب اللي دائما يمكن في هذه الفترة هناك توجه فعلا لتشجيع الشباب على كل شيء إيجابي لكن إحنا مثل ما نقول ترسيخ اللغة العربية والهوية الإسلامية داخل شبابنا أيضا أعتقد أنها أحد أهدافك أنا ما في شك إحنا أقررنا منذ سنتين أو ثلاث جائزتين للشباب نعم اللي أعمارهم أقل من 35 سنة نعم ووجدنا ما شاء الله عطاء ثر عند الشباب الشباب الجدد يعني نعم وإحنا وإضافنا هذه الجائزتين للشباب مع المؤسسة اللي نعطي للكبار كبار الأدباء وكبار الشعراء نعم نعطيهم جوائز أيضا خلان الشباب يشعرون بقيمتهم تجاه هؤلاء العمالقة لأن الشاب إذا وقف بصف واحد عملاق من الشعراء المعروف اللي أنتم تعرفونهم وكل الناس تعرفهم يشعر بالفخرة يشعر بالتشجيع غير النواحل المادية أيضا كجائزة مادية نعم احنا اتفقنا مع صوت العرب منذ عدة سنوات أن نعطي جوائز لشباب العرب اللي أقل من 35 سنة حتى أني قبل حوالي أسبوع كنت في الإسكندرية وعطينا جوائز لشباب أربعة نجحوا وهم واحد من الجزائر واحد من الأحساء من المملكة العربية السعودية واحد من البصرة واحد من من مصر من مصر كلهم شباب ما شاء الله وذهلوا الناس اللي موجودين بالقاعة المليانة كانت القاعة مليانة حتى في ناس واقفين ذهلوا من هؤلاء الشباب الذين أبدعوا حقيقة بقول الشعر وهذه الفضل الله ثم لصوت العرب إذا هم الله خير اللي نعم وأيضا شاعرنا وأيديبنا الكبير عبدالعزيز الباطة نحن جدا فخورين فيك الكويت كلها صراحة تفتخر بوجودك معنا ونحن سعيدين اليوم في اللقاء معكم أحسر الله يحفظكم نعم وشكرا لكم جزيلا وأنا سعيد والله معكم الله يسلم نحن أسعد وأتمنى أتمنى حضوركم حتى تعتبروا هذه دعوة بلما أخاف أني أنسى أعتبروها دعوة وتصل مكتبنا على شان لا أمثلت مسجلة الحين طالبك فيها أنا بالسيدي معنا أنا بالشريط معنا الدعوة أي شريط لا يبقى بها العين تأمر أمر إن شاء الله مشكور كل الشكر لك أستاذ عبدالعزيز الباطين على هذا اللقاء تفضل عفوا عفوا أنا على البالي خلصنا نحن نحن من خلص نعم نحن خلصنا وحبين نشكرك ونقول لك أن نشكرك لكل شيء قدمت سواء للسم الكويت أو للغة العربية أو الهوية الإسلامية صراحة أنا عاجزة عن التعبير أم فعلا الشيء اللي قاعدة أشعره تجاه كل ما قدمت كل الشكر اللي ما قلت لكم نسيت احنا أسسنا والحمد لله نقيتها عدة مرات نعم أسسنا 26 مدرسة ما شاء الله من قرقيزستان عاصمة بشكيك نعم إلى مراكش كلها باسم الكويت ما شاء الله ولا واحدة باسمي ما قصرت مشترت عليهم شرطين فقط نسلم للحكومة نعم تعليم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلام فقط بيظى الله ويهك إن شاء الله إن شاء الله توعدنا بلقاء آخر بإذن الله وفاصل ومعنا أيضا نظيف مميز سألكم معنا